موسيقى السلام المسيح وربي بارك يومك احنا بأوقات الميلاد ولهذا رح ناخذ تأمل عن شخصيات اللي ظهرت واللي بيّنت بوقت ميلاد الرب يسوع المسيح اليوم رح نتأمل عن الملائكة نقرأ من انجيل لوقا اصحاحة فاني العدد من 9 الى 11 مكتوب واذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب وآضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما فقال لهم الملائك لا تخافوا فها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب معنى كلمة ملائك يعني رسول حتى بالأبري اللي هو ملائك وباليوناني اجيلوس في الحالتين تعطي نفس المعنى اول مرة نذكر اسم او كلمة الملاك كانت في باب جنة عدن بسفر التكوين وبنشوف اول تعامل مع البشر اول تواصل صار ما بين الملاك وما بين البشر كان مع هاجر المصرية ام اسماعيل ونذكر اسم ملاك او نذكر كلمة الملاك تقريبا 300 مرة في الكتاب المقدس والكتاب المقدس بيتكلم عن فيه انواع مختلفة من الملائكة مثل الكروديم او السرافيم ويذكر الكتاب المقدس اسمين اسم ميخايل ملاك ميخايل ومعناتها من مثل الله وهو الذي دائما دوره بيجيب الاخبار الدينونة او القضاء بعدين اكون ملاك ثاني اسمه جبرائيل ومعناتها الرجل الله ودوره توصيل رسالة الفرح والبشارة والفهم بيوضح الامور بيجيب اخبار سارة الملاكة يعتبرون مخلوقات سماوية روحية بيظاهرون مرات على صورة بشر في بعض الحالات بنقرأ في الكتاب المقدس هم عدهم معرفة واسعة اكثر من الانسان لكن معدهم كلية المعرفة هم اكيد اقوى من البشر لكن هم ليسوا كلية القدرة في كثير من الاشخاص مع الاسف بيعبدوا الملائكة لكن الكتاب المقدس بيحذرنا هم ليسوا مكان او موضعا للعبادة نهائيا هم محدودين في حضورهم الله اللي بيعمرهم والله اللي بيسمحهم وين يروحوا وش وقت يروحون بين الملائكة ماكوا تزاوج ولا تكاثر لكن اكو منهم اعداء هائلة جدا 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 الغريب والحلو انه قبل ما يولد المسيح الملائكة بلغت الارض وفي صعودة للسماء الملائكة كانت موجودة فمنا بنشوف من هو هذا الشخص العظيم اللي ملائكة كانت بتخبر عن مجيئه هذا كان تأملنا لهذا اليوم والاسبوع القادم رح نتأمل بشخصية ثانية الهلاقة بالميلاد ربي باركك اشتركوا في القناة